نتواصل معكم من جديد الآن ننتقل إلى القدس الشريف للحديث عن افتتاح العام الجديد في المدارس ونشاطات مؤسسة شبابية تقدم منح دراسية أما القرار الذي تخذته بلدية الاحتلال بفرد البكروت وهو ما يعني الثلوية العامة أو توجيه في إسرائيل على ست مدارس للحديث عن هذا الموضوع معنا طاهرة ديسي رئيس مجلس إدارة مؤسسة القدس الطلبية والشبابية صباح الخير يسعد صباحك أخي الكريم صباح كافة المشاهدين من أبناء شعبنا العرب الفلسطيني يعطيك العافية الله يزيدك الفعل طريقة إن شاء الله من القدس كانت مسهلة والله الحمد لله كانت مسهلة لكن طالما فيها الحواجز وهالجدران الواحد إلا يبدأ صباحه بشيء من إن شاء الله خير كيف تبعت افتتاح العام الدراسي الجديد في القدس بداية أسمح لأخرائد الننعة ونزف إلى أبناء شعبنا الفلسطيني شهداء الوطن الذين ارتقوا البارحة على ثرى مقيم قلندية بالنسبة لإفتتاح العام الدراسي الجديد أسمح لنا أيضا أن نبرق لكل الطلبة والتلاميذ اليوم على مستوى الوطن والأمة العربية افتتاحهم العام الدراسي الجديد وربما القدس استقبلت العام الدراسي الجديد بطريقة مختلفة تماما لأن هناك احتلال يسعى دائما إلى تهويد التعليم في مدينة القدس إلى فرض سياسات على صعيد التعليم لأنه يؤمن أن الطالب والتلميذ في مدينة القدس هو المستقبل وهو الأنوان الذي يستطيع من خلاله أن يهويد ويطمس هوية مدينة القدس تماما نحن تبعنا منذ العام الماضي حاولي الاحتلال أن يفرض منهاج جديد على المدارس المقدسية هذا المنهاج تم تحريفه بالكامل واليوم صدرت قرارات جديدة إضافية بفرض البقروت كنظام إسرائيلي جديد على المدارس وبالتالي هكذا استقبلت القدس العام الدراسي الجديد بمزيد من الإجراءات التعسفية التهويدية بحق التعليم في مدينة القدس وهذه جميعها قرارات مخالفة للقانون الدولي ومخالفة حتى لاتفاقية أسلو الموقعة وأضيف إلى ذلك أن القدس تجدد معاناتها في التعليم نحن نستقبل اليوم بفضل نقص حوالي 10 ألاف غرفة صفية على مستوى المدارس في مدينة القدس المستقبل الآن الدراسة الجديدة في نسبة التسرب هي الأعلى من المدارس كل هذه المؤشرات صراحة تبعث ضرورة حقيقية للعمل الجاد مع بداية العام الدراسي الجديد هذه الأرقام التي تحكي عنها عملت بحث مسحة على أرض الواقع بأنه كان هناك فعلا نقص في عدد المدارس الصفوف التي ذكرتها طبعا هي نتيجة بحث دراسات المؤسسات المختصة ومنها مؤسسات دولية خاصة ربما الجمهور جميع يعرف يعني رقم مخيف تحدث عن 10 ألاف غرفة صفية لا نتحدث عن 10 ألاف مقعد دراسة وصراحة يعني الاحتلال يفرض قيود عديدة في هذا القطاع تحديدا نظرا أولا لتعدد مرجعيات التعليم في مدينة القدس إنها حوالي 5 مرجعيات التعليم وهذا يؤدي إلى ضعف مستوى التعليم في المدينة المقدس نتيجة سيطرة 48% من التعليم لبلدية الاحتلال حوالي 28% لمدارس الخاصة ومدارس الربحية دعنا نقول وما تبقى هو للمدارس الأوقع قضية البناء المدارس في مدينة القدس هي مسألة جدا جدا معقدة يعني منذ سنوات طويلة لم تسمح بلدية الاحتلال ببناء المدارس وحتى ترميمها لذلك حتى الغرفة الصفية موجودة في جزء منها هو غير صالح للتدريس والتعليم فبالتالي هذه أجواء العامة الدراسة هناك بعض المدارس أصلا في مدينة القدس مصادر قرار للهدم بحقها وبالتالي أتوقع التعليم يواجه هجم الشريسة جدا توازي الهجم الموجهة باتجاه المقدسات والقدس بشكل عام ماذا عن الخدمات التي تقدم من قبلك المنحة الدراسية التي تعطى للطلاب الاهتمام بطلاب المدارس وطلاب الجميعات طبعا مؤسسة القدس الطلابية والشبابية والتحاد والطلبة المقدسين تعمل على أكثر من صعيد أولا الصعيد الذي نتوجه من خلاله للطالب نفسه ونحن في استراتيجيتنا وقاعدتنا الاستثمار بالإنسان الفلسطيني والطالب المقدسي باعتباره عنوان الصمود وبالتالي جزء كبير من نشاطاتنا تستهدف موضوع التنمية البشرية سقل الهوية إكساب الطالب المهارات والإمكانيات الممكنة أن يستمر وأن يعزز من خلالها صموده وأفقه ومستقبله في مدينة القدس أما على الصعيد الآخر فهي النشاطات الثقافية والاجتماعية والمجتمعية التي نهدف من خلالها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع ومع كافة قضايانا الوطنية والمنحة الثالثة هو المنحة الخدماتي ما تقدم المؤسسة من منح وقروض للطلبة من خلال صندوق الطالب المقدسي الذي يساعد الجامعات الفلسطينية والطلبة المقدسيين في الجامعات الفلسطينية ومن منحة آخر بعض الطلبة من دويل احتياج المعين في المدارس الخاصة التي تعتبر تكاليفها باهظة جدا وهي أصبحت ضرورة واحتياج في ظل نقص بتقدر تعطيني إحصائيات على المساعدات التي تقدم له بشكل تقديري؟ والله في هذا العام كان هناك نقل نوعية مستوى من مؤسسة القدس الطلابية والشبابية لأننا استطعنا أن نوفر 30 منحة دراسية للطلبة المبدعين والمتفوقين جميع الطلبة الذين حصلوا على 95 فما فوق تقدموا لمقابلات للحصول للتنافس على هذه 30 منحة دراسية على مدى سنوات الدراسة واخذنا بذلك معايير الاحتياج التوفوق والإبداع العلمي وكذلك احتياج سوق العمل أما على صعيد من أحوى القرود فالعام الماضي ساعدنا أو تقدم حوال أكثر من 300 طالب وتقامت مؤسسة بمساعدتهم وهذا العام في هذه الفترات تم فتح باب التقدم للمساعدات والقرود وبالتالي هذا ما نسعى إليه أن نوفر حوافز للتعليم في مدينة القدس وخاصة أن تعلم أن أمام مغريات الذي يقدمها الاحتلال من فرص عمل رخيصة في محاله ومطاعمه تبقى هذه الأمور في ظل الظروف الاقتصادية صعبة يدافع للطالب أن ينهي تعليمه الجامعية أو يقطعه أو ينقطع عنه لفترة مؤقتة وبالتالي نحن نحرس أن نخلق شيء من الاستقرار في استمرار الطالب في حياته الجامعية وخاصة الطالب المقدسي طيب مصطلح البيجروت الثانوية العامة التوجيهة في إسرائيل الذي ستفرضه بلدية الاحتلال على ست مدارس في القدس سيطبق فيها كيف استقبلت هذا الخبر وتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وخاصة سنسأل عن شيء أنت ذكرت في المقدمة بأنه التحريف والتدخل في المنهاج وعملية التزييف بس نحكي عن البيجروت الإسرائيلي بداية البيجروت كنظام تعليم هو الذي يدرس في المدارس الإسرائيلية والمدارس العربية في المناطق المحتلة عام 48 طبعا هو منهاج إسرائيلي بالكامل الطالب فيه يدرس مدنيات إسرائيل يدرس تاريخ إسرائيل وبالتالي صراحة عبما نستحق أن نجلد أنفسنا قليلا نحن في القدس يعني هناك كليات بدأت تدرس البيجروت منذ عدة سنوات ككليات ربحية وأصبحنا نشاهد ونرصد الإقبال الكبير من الطلبة المقدسين باتجاه البيجروت لعدة أسباب أبرزها على الإطلاق لعدة أسباب أبرزها على الإطلاق التعقيد النظام الثانوي العام معنا مما أدى إلى نفور الطلبة باتجاه البيجروت اثنين عدم استعاب جامعاتنا للعدد المطلوب من الطلبة الجامعيين وبالتالي أدى ذلك إلى نفور أيضا الطلبة إلى الكليات والجامعات الإسرائيلية التي في نظرها ومقياسا البيجروت أفضل في هذا العام طلت علينا بلدية الاحتلال بقرار جدا خطير بأنه ست مدارس تدرس البيجروت وتدرس نظام الثانوية العامة الإسرائيلي كجزء من المدارس يعني سابقا كنا نتحدث عن كليات يلجأ إليها الطالب ويدفع الأقصاط المطلوبة ككلية ولكن اليوم نحكو عن مدارس منظمة تدرس البيجروت جنبا إلى جنب إلى المنهاج الفلسطيني وبالتالي هي أعتقد جازمة أنها عملية تمرير شيئا فشيئا باتجاه تغيير كل نظام التعليم في المدارس الخاصة يعني هو المقصود بأنه في بعض المؤسسات هي ربحية فقط لغير تساعد الإسرائيلي هذا في السابق أما اليوم أصبح منهاج ونظام يدرس وهنا أنه موضوع جدا خطير اليوم الاحتلال كما تحدثت العام الماضي بدأنا بتحريف المنهاج اليوم يفرض منهاج كامل على المدارس المقدسية يبدأ بست مدارس طيب كيف يتم التعامل مع التربية والتعليم في القدس؟ أنا بارح حكيت يعني كان مفروض أنه يكون معنا مدير مديرية التربية والتعليم في القدس الحديث عن هذا الموضوع لكن لأسباب تعذر طبعا حضوره فتعامل مع الإسرائيليين أنا وكيف أنا بفرض عليك منهاج؟ طبعا هون يلوح الخطر من تعقيد التعليم في مدينة القدس زي ما حكيت لك 48% من المدارس في مدينة القدس تابعة لبلدية الاحتلال بشكل كامل وبالتالي تمويلها وقرارها الإداري وجميع كل هذه الأمور تابعة من بلدية الاحتلال وبالتالي هون أصبح الأمر مفروغ منه لأنه أصبح جزء من البلدية هذا موضوع كإداريا أما ما تبقى من المدارس الخاصة والمدارس المقاولات الربحية فهي تتقادة تمويل من البلدية ومن وزارة المعارف الإسرائيلية وأصبح وللأسف الشديد أي نظام تريد أن تفرض الاحتلال وبالتالي الاحتلال أصبح مقترن بقطع التمويل واستمراره فبالتالي اليوم أصبحت بلدية الاحتلال تمويل حوالي 78% من التعليم في مدينة القدس وهذا أصبح موضوع يسهل لها فرض إجراءاتها وسيازتها لذلك نحن اليوم نبحث سبل مواجهة هذا المخطط الخطير على صعيد التعليم وخاصة أن التعليم هو أصبح خطوط الدفاع طب إيش هي مخططاتكم للرد على هذا الموضوع؟ كمؤسسة، كمقدسيين، كطلاب، كتربية وتعليم كتربية وتعليم أعتقد أن هناك خط مرمجة ولكن تبقى إمكانياتها محدودة لذلك أعتقد جازما أنه في إطار المواجهة ربما لابد من الاتكاء على أولياء الأمور وعلى المؤسسات المقدسية الأهلية وعلى الطلبة والشعب بداية دعني أتحدث أنه التعليم أصبح هو خط الدفاع الأخير عن مدينة القدس يعني ربما خسرنا الكثير من الغطاعات الإستيطان ولكن اليوم أتوقع أن التعليم لابد من حمايته لأنه هو خط الدفاع الأخير عن المدينة المقدسة هذه النقطة الثانية في سبل المواجهة وهذا موضوع جدا مهم طبعا اليوم يفرض البقرود كمنحة اختياري ونحن نؤمن إذ لم يلجأ له الطلبة يعني مش معقول تيج المدرسة تفتح صف على ثلاث وأربعة طلاب لذلك إحنا عبر هذه الشاشة الكريمة نتوجه إلى أولياء الأمور وإلى الطلبة إلى مقاطعة برنامج البقرود ونظام الثانوي العامل الإسرائيلي مقاطعة تامة لعدة أسباب أبرز على الإطلاق ما هو تشويه لثقافتنا ولقيامنا ولهويتنا الوطنية لذلك طبعا تحكينا شوي عن اللي أنت ذكرت بأنه الحديث عن إسرائيل وعن تاريخ إسرائيل وعن أمور كثيرة حسب متبعتكم لهذا الموضوع تحكي ما هو البقرود وما هو الذي يقدم فيه البقرود كما تحدث لا أنا أريد ما يكون في المواد ولكن ربما من الجيد أن نعود إلى السؤال السبق بعد الإجابة لهذا السؤال وهو موضوع كيفية المواجهة وتوعية الناس في هذا الموضوع ولكن بالنسبة للبقرود زي ما تحدث البقرود هو مقسم لحوالي 18 وحدة دراسية هذا جميل عسان ناس تفهموا تعرف إيش هو يعني أنه بشو بتواجهوا 18 وحدة دراسية هذا الطالب تقدم على مدار ثلاث سنوات يعني حتى ثقافة التقاعس تخلق في الطالب يعني الطالب يستطيع هذا العام أن يقدم فقط 3 وحد ما بعد يقدم 6 وحد ما بعد يقدم 4 وحد ولكن يشتبط أن ينجز حوالي 15 وحدة من أجل الدخول إلى الجامعات الإسرائيلية التي هي أصلا بحاجة إلى امتحان قبول بسخومتري فبالتالي هنا يكون خلط البعض يعتقد أنه بإنجازه البقرود يستطيع أن يدخل الجامعات الإسرائيلية مباشرة وإنما لا هو مثل مثل الثانوية العامة الطالب سيعود يخضع لامتحان قبول الجامعات الإسرائيلية وهو السخومتري بالنسبة للمواد التي تدرس أولا لا تدرس الفيزياء ولا الأحياء يعني ولا الكيمياء فبالتالي هنا أيضا هناك نقص في المهارات التي يكتسبها الطالب بعد تخرجه من الثانوية العامة وإنما يدرس على وحد رياضيات ووحد علوم بشكل بهذه الطريقة إضافة إلى ذلك يدرس كما تحدث لهو تاريخ إسرائيل ومدنيات إسرائيل نحن نتحدث عن مدنيات إسرائيل يعني الهويتة كمواطن إسرائيلي هذا ما يسعى أن يوسخه وتاريخ إسرائيل كتاريخ الدولة الإسرائيلية المزعومة وتخيل أنه أبنائنا وأطفالنا من عمر 10 و11 السنة يبدأ بدراسة هذه المواد ما سيكون تفكيره في المستقبل فبالتالي الحرب في هذا الإطار هي حرب على الهوية والثقافة والمعتقدات والقيام وأعتقد جازما أنه يجب أن تكون هناك وقفة جدية وحقيقية من المؤسسات الرسمية والأهلية والشعبية وأولياء الأمور من أجل مواجهة هذا المخطط الخطير طيب أنت كنت وجهت رسالة لأولياء الأمور عبر شاشة الفلسطينية لمقاطعة بيقروتة الإسرائيلية الذي سيفرض أو فرض على ست مدارس إسرائيلية داخل القدس نعم توضيحها هي النقطة تفضل ست مدارس فلسطينية هي مدارس ابن رجد ومدرسة عبد الله بن الحسين ومدرسة ابن خالدون هي موجودة في القدس سور باهر نعم هي ست مدارس في القدس فلسطينية على كل حال في هناك استجابة من أولياء الأمور لمقاطعة البيقروتين توجهت رسالة والله حاليا نحن خلال الأيام القريبة جدا جدا يوم الخميس سنطلق حملة شعبية واسعة جدا تحت شعار لالي البيقروت هذه الحملة تتضمن توعية الأهالي وتوعية الطلبة بضرورة مقاطعة البيقروت والابتعاد عنه هذه الحملة تتضمن وقفات احتجاجية أمام المدارس التي قبلت أن يفرض فيها البيقروت وهذا النظام وكذلك سيكون هناك العديد من الفعاليات للتواصل مع المجتمع الفلسطيني المقدسي بضرورة مقاطعة البيقروت وكل الكليات التي تدرس هذا النظام فبالتالي سيكون هناك إن شاء الله بالتعاون أيضا مع أولياء الأمور وريد أن نوه إلى موضوع هام جدا بأنه لابد أن يكون الاتحادات أولياء الأمور في مدينة القدس ضور كبير لأنه وفق القانون الإسرائيلي إذا نحن نحكي عن القدس خاضع للقانون الإسرائيلي أولياء الأمور يحق لهم أن يشاركوا ويساهموا في إقرار المنهاج الدراسي بالنسبة ثلث القرار وبالتالي هنا لابد أن يكون تحرك واسع وضروري من اتحاد أولياء الأمور في مدينة القدس لرفض هذا التدخل في المنهاج الذي يدرس في مدينة القدس طيب بالنسبة للمؤسسة اعتمادكم عالميا من اللي بدعمكم من اللي بواقف معكم كونها تساعد الطلاب وهذا شيء رائع وجميل وجيد للجميع بداية ما نفتخر فيه بالمؤسسة أمرين الأمر الأول أن دعمنا حتى اليوم هو وطني مئة بالمئة ما معنى وطني مئة بالمئة؟ أننا لم نقبل حتى الآن أي دعم من أي ممول أجنبي أو أي مشروع أجنبي نحرص أن تبقى كل برامجنا ونشطاتنا بدعم وطني لذلك هنا أوجه رسالة إلى رجال الأعمال الفلسطينيين الذين يعتبروا هم الدعم الأول لهذه المؤسسة التي تعتمد على رجال الأعمال وعلى أبنائها واشتراكاتها هذا المنهة الأول واثنين ما نفتخر أيضا في المؤسسة أنه كل الموظفين الموجودين هم من الطلبة والشباب وهم متطوعين في هذه المؤسسة بالكامل ويساهم أيضا في تعطية احتياجات هذه المؤسسة فالمؤسسة تعتمد على ذاتها وعلى من يساندها من رجال الأعمال لا يقصروا على الإطلاق في دعم صندوق الطالب ومشاريع المؤسسة طيب بتحس بأنه في هناك فعلا دعم من رؤوس الأموال بشكل كبير ولا أنه يعني الأمور خلينا نقول متقاعسة لبعض في ذلك والله يعني ربما هن في مزجين من الأمر يعني في مجموعة من رجال الأعمال الذين لا يقصروا هذه فرصة كمان لنقصة جدية وبالتالي نوجه الشكر لهم من أمثالها من السيد مونيب المصري ومازان صنوق روت وإسام صلاح ومحمد المسعوجي ومجموعة من رجال الأعمال الذين يقفون بشكل يساند ولكن في نفس الوقت نبقى نتحدث عن تقصير باتجاه مدينة القدس يعني ما يقدم اليوم على صعيد رجال الأعمال وعلى صعيد القيادة الفلسطينية باتجاه مدينة القدس هو شحيح جدا جدا ولا يتناسب مع حجم الهجم الشرسة التي متعرض لها مدينة القدس أو حتى على حجم البرامج الموجهة في مدينة القدس لذلك أعتقد لابد أن يكون هناك وقفة رسمية ومؤسساتية وعلى صعيد القطاع الخاص سواء مالية أو سياسية إن شاء الله هذا ما نتمنى شكرا طاهر الديسي رئيس إتحاد طلبة الطلبة المقدسيين أشكرك جزيلا شكرا الآن مباشرة ننتقل إلى استوديو الأخبار معنا من هناك محمد أبو حمدي محمد صباح الخير صباح الخير لك رائد صباح الخير أيضا لزميل الدراسة العزيز وإحنا كان لنا أيضا سولات وجولات في إتحاد الطلبة صباح الخير طاهر سيد صباحك أخ محمد الآن مشاهدين الكرام إلى مجهز الأخبار